السلام عليكم ورجعت لكم في انطباع وان بيس خلونا نبدأ اول شي اعتذر ان الحلقة هذه نزلت متاخرة هذه اول مرة تصير معي من السنة التي فاتها وضاف صحي طار اهلي تسبب هالشي لكن مو مهم اهم شي ان نحن عدنا وايضا قبل ابدأ احب اشكر طاقة معداد الحلقة هذه اللي هم الاخ عبدالعزيز العازمي مشعل العتيبي والاختران موري كده نقدر نجمع اكثر نقاط ان شاء الله ما ننسى شي منها وايضا حساب الستقرام اللي تشوفونا هنا هذا حساب صاحبنا العزيز الغالي عبدالله السويدي من الامارات هذا من اكبر داعمين القناة صراحة جودة التصوير والصوت اللي تشوفونا الحين بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ثم بفضل نصائحه ومجهوده ودعمه لنا وصلنا الى هذه الدرجة فضل الله ثم فضل دعمه وما كان طالب حتى الاعلان وهذا الشي انا سويته بدون الاستاذن منه اني اطلع حسابه فاوجوكم كلكم توجهون له رسالة شكر باسم اي اي شو على الدعم المتواصل لطاقم العمل حلقة ونبيس اول شي ودي اصارخ ودي اصارخ اول شي واهم شي بكموس يهز من زبان ان سألت عن بيبو وقلت ان بيبو من المخلوقات وان الاسد اللي مع البيك مام ايضا من المخلوقات وان كايدو بيطلع من المخلوقات تحققت في بيبو كايدو واضح من شكلنا من المخلوقات لكن اذا شكله ما يدل على هاي شي انتظوا وقدام بيوضح زي ما قلت لكم والحين جاء بيك موس بيك موس قلته لا تريق اصار شكله كذا ولا فاكهة شيطان هو من المخلوقات وجاءت في الحلقة هذي انه من المخلوقات توقع جديد قلته قبل ايبين حتى في المانجا قبل كانت المانجا وقتها في حداث الدسورزة لما قلت في التساؤلات ان بيك موس من المخلوقات بيات و ůبيان نظرياتي تتولى في التحقق يت Vera الحلقة فيها الأشياء واجد مهمة يعني اه ايضا ان البين كاموس الآن ثقةhad كابوني اعتقد أسما كابوني مرة في الحفل من الحفلات قاعدت تصرخ وىقولهم شاريييييييييي ليش؟ لان انا كنت مراهن ان كابوني مات في حالات السنتين لما في بعضهم مستعجل ودخل النيو وولد في محالة انتقال بين السنتين كنت أقول لنا من اللي ماتوا كابوني كابوني مات ما فيه وكنت زعلان لانا كان عجبني قوتها عجبني طريقة لانا من المافيا وانا احب شغل المافيا الايطالية وجاء حبيبنا هذا يبي يعددهم طبعا حبيب قلبي وانا مو بحاق داعي لا هو والله حبيب قلبي يعدد لي سوبا نوفا وقال في واحدة نسيت اسمه اللي هو مضمع البيك مام بعد انك اوه كابوني يا الله الهيش ليش والله ما ادي اذا كنت قلت هالمعلومة من قبل ولا لا عن الحرقة هذي لكن انا مقيم اطلق بطلحين سامحوا لي بس الشعي يذكر ايضا لما وصل بكمس للجزيرة وقام يبكي 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 بحرقة على موطنة انا قاعدت اقول يبكي بحرقة على موطنة اوه تارك موطنة طالع برا موطنة بيبو نساء ذكرياتها جابه ولكن انت ليش طالع من موطنك بعد انك قلت لا ليش لا فينا اصطلعت من موطنة انه قد تعود وهو الحين من طاقم البيك مام فلما شفتها يابكي قلت ياس 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 في الحدث اللي قبل لوفي اعلن حربه على البيك مام بعدين دخل في مشكلة مع كايدو الحين جو الجزيرة هذي وهو ضد كايدو هذا اللي بيصير الحين تحالف بيك مام كده اطلح مشكلة البيك مام تحالف ويصيرون ضد كايدو لان كايدو عتد على مطلقة احد اتباع البيك مام في اخر الحلقة خاب اظني ومو بهذا اللي راح يصير كيف لقوا بيك كوموس قريتشو قريتشو امس كان كد بردان جدا كتب يحد يسويلي قريتشو والله يا بيك كوموس ما عندي ماله تحال ساملي قريتشو اللي سحب عليكم سنجي كان جيت ودفيتوني امس قريتشو قريتشو سنجي قاعد يطبخ الاكل هذا وانا رهنكم ان الاكل اللي طبخه سن لانا تاكلها عشف ايام اللي كانت او اسبوع الواحد فينا لما يجيها كدمة او اللجاح يتم اكثر من عشف ايام عشان يقدر يمشي ويضحك مرة ثانية هذول تقريبا اقل من عشف ايام يعني اسبوع من تعالجه ومش من اصيبه من تعالجه ولا اسبوع يوم او يومين وقعدين يمشون بسعادة وقوة ليش لانا سنجي لحد الحين ما اكتشفنا من الاشياء او التقنيات اللي تعلمها من اا افانوكوف الا شيء بسيط فهذه واحدة بس من الوصفات اللي تعلمها من ايفانوكوف ايفانوكوف قال ان عندي تسعة وتسعين وصفة اذا تعلمت واحتوصة للمستوى قوية من تسعة وتسعين وصفة لحد الحين هذا ثالث حدث سنجي اعتمد على الوصفة الاولى وصفة اعادة الصحة او نقدر نسميها وصفة النقاها وشفنا قوتها ايضا الطاقم قاعدة تزيد قوتها حدث عن حدث ليش وصفات سنجي لابد ان سنجي اعطاهم وصفة ووصفتين لزيادة القوة فهذا وقت سنجي لما قال اودا ان هذه السنة ستكون سنجي فكنت متوقع ان هذه السنة بيورينا سنجي وصفاته بنشوف اشياء خيالية بتطلع الوصفات الباقية ترى من تقنيات الجديدة الخاصة بسنجي ما شفنا للطيران في الهواء والهكي والوصفات الوصفات الحالة تسعة وتسعين وصفة وقعد مع اللي هم الاوكاما ولابد ان اتعلم منهم الاوكاما كيمبو وعنده من قبل اسلوب قتال الساقات الفرنسي اللي كان يستخدمها زف شكان اللي والله علمنا ادوات اسمك في الواتساب ابي اذكر انك انت اللي وريتني صورة الساقات لكن والله عاصف حبيبي رجع اكلمني عشان اذكر اسمك في الحلقة الجاية فعلا اسلوب الساقات الفرنسي اسلوب قتاله هو نفس اللي استخدمها في السنجي وزي ما تشوفونا كان شخصية فرنسية والطبخ الطباخ الأنيق والقوي وهو ايضا من الشخصيات الفرنسية فلما نجي للوكاما كيمبو عندنا اسلوب الساقات الفرنسي فتشوف ان سنجي قوة قادمة ومكتسحة ومدمرة ترى الحد الحين زورو سنجي ما حرق من كارتو من الاثنين بالمئة الكل انصدم لما زورو تبهدل شوي قدام منت ولما سنجي تبهدل شوي قدام فارقو مستحيل يحرق كارتو من اول حدث ترى الزورو في اول حدث ضد السياف اللي مع بقي تبهدل لانا ذاك كان شوي خبيث وسنجي في اول حدث لما جوا ذلك هاجموهم تبهدل اللي هو حدث هذا اللي لابس ذهبي في ذهبي مع واحد من طاقة ما تبهدل ليش لانا كان فيه شي ماسكين عليه فالكاتب ما يبي يحرك كارتو بسرعة ليش سنجي يصيب قدام فارقو الاسباب قد تكون كثيرة لك موب هذا هو المهم قدامنا الحين انا اقول لك كارت سنجي لم يحرق فلما بكي مزدقة المدينة وقال جيبوا لي طاقم قبعة القش جيبوا لي طاقم قبعة القش ظهرت الوطنية والحمية عنده ويبي ينتقم سيزر هنا يعني كتلميح للي يقولون سيزر بينظر من الطاقم هذا اقوى التلميح انه قال خلنا تساعد انا وياك عليهم لكن سيزر ما كان قادر يسوي شي بدون موافقة سنجي هنا قيادية سنجي فرفض سنجي الهرب ورفض سنجي المواجهة المحتدمة ليش لانك هنا شاف سنجي انهم مع بكي موس قاعدين تلومون معاه فاي هجوم احي يزيد سؤالة الفهم وهذا شي ما يبيه سنجي حاليا خاصة ان المومونسكي مختفي في الغرفة وعلي مشكلة مع دون كيوتي وسيزر عنده وعنده مشكلة مع البيقمام وعنده مشكلة مع دون كيوتي دون كيوتي قال انو سيدر تعد على اموال البيقمام لانه كان ضامن النجاح لان كان تعجب دون كيوتي دون كيوتي طاع حسي انو كان sean جاية دورة يظال كيوتي ولو مها كايدو كان تدخل على دراس روزا قبرا يعني سيزر الاعتمادك للك لا كان لسنة الآن Basic M 꼭 فيها انبيه سيدر تبغى سيزر lifts 같아요 وهي تدري انه سيزر معتمد في كيوتي صدر وتáticas كايدو ودرس روزا متعاملة مع كيوتي وكايدو كيهوتي مع كايدو اذا ما تدينا مع كايدو فهي تدينا مع الشيبوكاي وان الحكومة مرح تسمح لها بالاعتداء على هذا الشيبوكاي كنت من قبل اقول عنها ضعيفة لكن انها تتحرك في حدث الدرسوزا ما كان عشان طاقم لوفي كان عشان سيزر وكانت تبغى فلوسها منه يعني يعني الويت بيرديو متحرك تحرك عشان قراءة طاقمة هذه متحركة بتتحدى اما واحد من رجال يونيكو اخر او بتتحدى واحد من رجال الحكومة عشان فلوس يغرب بيت القوة والتهور يعني انا كنت مغطأ لما قلت انها ضعيفة صراحة يعني اعتقد ان خطع فادح مني اني قلت من قبل انها ضعيفة لان يستسكد حرشها ولا زال على قيد الحياة هذه بتحارش حكومة العالم وبتحارش يونيكو في نفس الوقت عشان فلوس فسانجي رفض الهرب وقالوا بخلونا نطلع طلع السانجي وصار بوكي موس قال خلاص انا ما ابغى إلي tcoaster أعطني sisar اما انتم باقولين انا عفيت عنكم ولي نعموا انكم سويته و France فاقبوني معجب الكلام مافيا مثل خلاص عندي عمر بطبقاء بتتقق... لا يهمني جميلك momma. فقال بخل سيزر وبخليكم يا طاقة من قبعة القش بيت تطوني وبقول ان انا سمعت لكم تروحهم فا.. كابوني معجبها الكلام ماما تبينهم خاصاتهم معلنين الحرب على الماما من قبل فا بكموس قال قول انه انا بسمحهم انه مانقذو طاقمي وانا بسمحهم وانت اسكت كل تبن فاعجبني بكموس هنا طلعت اسد يا حبيبي هذا اسد تعال معنى اسد? اسد ليت بعد بسوم بعمفوان اكبر من كذا والله لا يطلع شخصية مهيبة بكموس كابوني معجبها ووابل من الرصاص كثير من المتابعين المانجا ينتقدون على الأنمي ان المشهد يأتي في المانجا بشكل أفضل لكن انا اعتقد ان مشهد وابل ورصاص بيأتي في المانجا بشكل أفضل قد يأتي باينج يكتب لك كذا ما أدري كيفية التكتب في المانجا أو تش 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 لكن الغدرة والعذاب اللي صار في هاللحلة مبسيط كابوني لازم تعرف شغلة واحدة اذا بكه مصخان الماما الماما تحكم عليه انت ما تحكم عليه انت ما تقتل خاصة انك اقل منه رتبة فاذا انك ماشي بمبدأ العصبات ومسمي نفسك كابوني فلازم تعرف انك هنا في قانون القراصنة في قانون الرجال في قانون العصبات ارتكبت اقوى واقضر واقصى واقبح وابشع جريمة انا نادم اني قتلي يوم الايوم اني انا معجب فيك هذا ناكما حتى لو انك من اغبة واقصى واقضى حتى لو انك من الياكوزة عصبات الياكوزة ما تسمح لمنفذيها باعدام الخائن يجب ان يأخذ الخائن للقائد والقائد هو اللي يحكم فيه فانت باي حق تتدخل ولو غدرة قومة قابلة هذا قانون القراصنة عجل اللي سوا عصب ولوفي خلاص قائد مع قائد جيمبي مع هودي جونز شا قاعد تسوي انت خيانه خيانه كرهتني فيك كرهتني في شكلك كرهتني في الوقت اللي قلت انا عشق فيك لانا اللي انت سويته حتى اليكوزة ما يسوونه ما احد يسويه حقارة كرهت شخصيتك يا اخي ما تسوي فيها الكول انت مع دقنك هرصاصي يعني انها ديرتي لا حبيبي هذا مبلوك ديرتي هذا واحد تغطس وجهها في تنوع وطلع في وجه الرماد ولا خشمك يا الله عليك خشمي عمسة فيها سلة سيف لا حبيبي هذا ما هو سلة سيف خشمك عطل بيقمم متوقع باتفاقيات كنا قلم ريشة قديم شكلك احتقاتك احما انا بقادر افصل عليك عد الحلقي منتهي او عدك بس اتعدل لا افصل على اهلك فاصلة اه نجي للنقطة الاهم وهذا نقطة تساءل طحى اخوي مش على الاعتابي وهذا تساءل طحى اخوي مش على الاعتابي في حدث اليوجين طلق عليه كريب ورصاص ولما جات في ظاهرة طلعت اي قوقع تسلح فاوم ما تأثر ما معنى الحين تأثر طبعا اجاب على تساءل رائع هذا اخوي مش علي شغلتين شقين الشق الاول ان اعتقد انه عنده قوة قد تكون فاكهة شيطان قد تكون القوة الثالثة ما ادري اه تتفعل مثلها مثل فاكهة اللوغيا اذا كانت فاكهة شيطان زون او لوغيا او ايا كانت او قوة ثالثة تتفعل اذا انت في كامل حذرك ودفاعك اما اذا انك غافل ما راح تتفعل وهذا شيء صراحه فينا مستخدم فاكهة اللوغيا اذا قدرت فيه وهو غافل تصيبه لازم يكون محنك ومفعل دفاعه منذ المزام عاكزة وفلق خبيه كان جاي بكامل دفاعاته حتى رصاصات اللي جاتها بيعيد ما اذرت فيه لانه كان جاي بكامل دفاعاته مش مرخي دفاعه فبوكيموس في حدث اليوجين اكيد انقلاب ففعل دفاعه عشان يحمي نفسه لكن هنا كان معطي ظهره لانه كما ليفترض لانه كما حقه وكان معطي دفاعه لانه عند اهله وكان حزين عليهم وكان مفكر في القتال فالسؤال الحين ليش هناك يصيب وهنا ما يصيب لانه هذا هو تفسير المنطقي لكن شنو سر القوة اللي طلعت له هناك انا فعلا نسيتها اخوي مشها شكرا انك ذكرتني شنو اللي طلعت له هناك وما طلعت له هنا هل هي قدرة ثالثة ام فاكيهة شيطان فعلا موضوع يستحق البحث من اشياء الجميلة طبعا اللي من زمان فاكدينا كوميدية سنجي الخوف اشتقناه لك يا خوف وهيضا البوك خائف من الكلاف اللي بيعضضونا يعني كانت والله باشيدي كوميديين في الحلقة يستهلون والحمد لله انا مضع عليهم وقت طويل طبعا اللي بيسعني كيف يتابع الحلقة لانطباع ماجد للحلقة بقول انتظر الحلقة الجاية لان ماجد في انطباعه عن الحلقة هذي دمج ما بين ثمانمية ودعش ثمانمية واثنعش من المانجا في حلقة ثمانمية واثنعش انطباعه ماجد بدأ من البداية بشيء ما تطلع لحد الحين فهو حرق عشان كلا انا ما عديه وش قال وش صار فما اعتبعت الحلقة عشان اقولك شوف كلا وكلا مش عال عطاني صراحة ترتيبها لكن انا ما انصحكم تشوفونها لان الحلقة الجاية افضل لان ماجد كان يشطح في انطباعه كان يذكو شيء من الظه من اخر الشابتر فهي حرقه في البداية فخلوه لان الحلقة الجاية افضل لكم لكن الحلقة هذي تحتوي على نصف شابتر ثمانمية وهداعش اعتقد ونصف شابتر ثمانمية واثنعش طبعا انتظروا مني يعني حين بخلص من ون بيس وحسوين دوغنبول واسف اذا ما عطيت الحلقة حقها راح اعتيني في الموارات الجاية بس الصحة شوي وحسوين دوغنبول طبعا بعد الحلقة هذي والاسبوع هذي راح يكون مليه بالحلقات التعويضية راح تشوفون حلقات من اي جي ان حلقات من انيمي ابو ظبي جايب لكم مننا اخبار ومفاجآت خيالية وايضا من بوب كون دوبي راح كلها انتظر لكم الاسبوع هذا بتشوفون اشياء جميلة ومقابلة مع اساطير الانيمي والعوتاكو واحد قابلت اثنين منهم قابلتهم في دوبي وواحد منهم في بوظبي بتشوفون لقائي معاهم ان شاء الله وايضا لكل اللي حبين يدعمون على حسابنا في البيبال هذا هو قدامك حسابنا في البيبال تقدر تدعمني عليه فعلا احنا بحاجة للتطوير اكثر والاعتقاء اكثر ومحتاجين لدعمكم اكثر واكثر وايضا شكرا لاخوي لما جابت امي تاجراسي بوسيف عبدالله سويدي احبي العيال السويدي كلهم منك يا بوسيف فيديتك يا اخي انت فعلا فعلا اخ ما اعتربك داعم ولا اعتربك عضو في الطاقم انت فعلا اخ يا الله يا الله وتوني انتبه اني كنت رفع شاشة اللاب تبطول الانطباع ااسف انا الانطباع هذا صوته والله مارتين اول مرة ونقص في النص ثاني مرة عشان اعدل الخربطة اذا انت انطباع ورفعت الشاشة فهذه ثاني مرة اصور انطباع ونبيس حلقي تقطع انا ااسف جدا والله ااسف كيفما انتبهت هالشي معني اخطاء تصير فصلات فصلات عنهم بالنهاية كلكم قلوا معاي سبحانك الله ما بحمدك اشهد ان لا اله الا انت السخمي وكوان اتوب اليك لا تنسون الشي واللايك سبسكرايب جوبغم موسيقى 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 موسيقى